قال تلفزيون الرسمي الإيراني إن وزارة الخارجية تدين الهجوم الباكستاني في إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم لباكستان فيما كد وزير الداخلية الإيراني أن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص نعم وكانت وزارة أشؤون الخارجية الباكستانية قد أعلنت اليوم تنفيذ ضربات عسكرية ضد مسلحين مناهضين لإسلام أباد داخل إيران وذلك بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان توتر المتصاعد بين طهران وإسلام أباد عقب قصف باكستاني على مواقع في إيران بعد يومين من قصف إيراني استهدف أقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين الجارتين نتيجة القصف المتبادل وتعليق العلاقات وترضي السفير الإيراني في إسلام أباد سلسلة من الضربات العسكرية الموجهة شنتها باكستان على ما أسمتها مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية وتقول الخارجية الباكستانية أن العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق مشددة على أن الهدف الوحيد من هذه الخطوة كانت سعية للمحافظة على أمنها الوطني في المقابل أدانت إيران الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال جميعهم باكستانيون موضحة أن الخارجية استدعت القائمة بالأعمال الباكستاني في طهران لتقديم توضيح وفي خضم التوترات الحالية عرضت الصين التوسط بين باكستاني وإيران وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية إن بكين مستعدة للعب دور بناء في خفض التوتر داعيتنا الطرفين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد